اعلنت استفارة الروسية في لندن ان اعادة توطين الضبط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سيكريبال وابنته يوليا في بلد اخر سيكون انتهاكا صارخا اخر للقانون الدولية في سياق متصل اعتبر النائب الاول رئيس لجنة الدفاع والامن في المجلس الفيدرالي الروسي اعتبر ان وراء العرض المقترح لنقل سيكريبال وابنته الى الولايات المتحدة تحت اسماء مختلفة ما هو الا بمثابة محاولة لاخفاء الضحايا